بترازيها المعمري المميز والفريد تقف تلك الأرويقات في مدينة بولونيا الإيطالية شاهدة على فترات تاريخية مختلفة منذ القرن الحادي عشر وتسعى إيطاليا أن تكون المدينة ضمن مناطق التراث العالمية التي تختارها منظمة اليونسكو تاريخيا كانت المدينة مكانا للأعمال التجارية ومكانا للمصرفيين والمحامين ومع تأسيس جامعة بولونيا عام 1088 شهدت المدينة زيادة في عدل سكانها وبالتالي أزمة سكن وهنا كانت البداية لبناء تلك الأرويقات لاستيعاب السكان بمرور الوقت ووصول المزيد من الأشخاص إلى بولونيا تم توسيع هذه المساحات وبناء غرف خشبية وهي الآن بحاجة للدعم والترميم واستبدال الحزم المائلة والأفقية التي تم استخدامها سابقا بعوارد عمودية بحلول عام 1288 تم بناء أغلب تلك الأرويق والتي باتت تنتظر موافقة لجنة التراث العالمي لليونيسكو منذ إضافتها إلى قائمة مؤقتة للتراث العالمي في عام 2006 كان القصد من استخدام الرواق كوسيلة العبور العامة كان على كل مبنى خاص أن يبني رواقا بمجيب القانون وفي الوقت نفسه كان على المالك تنظيف الرواق أو صيانته ويوجد في المدينة 12 رواقا يعد من أكثر الأرضقة رمزية في المدينة سواء كانت من الكرون الوسطى ومصنوعة من الخشب أو القوطية أو من عصر النهضة مبنية من الطوب أو الحجر فإن الأرويقات هي جزء لا يتجزأ من حياة السكان ويتكون الرواق من 666 قوسا موسيقى